لقد وعدوا بالكثير من المال والتكريم والحرية وستة أشهر من الخدمة بعيدا عن الجبهة بدلا من ذلك في اليوم الأول تم إرسالهم للاختحامات بالقرب من لسيتشانسك روى سجيدون سابق وهو الآن مقاتل في شركة فاغنر وأسير حرب كيف تسير الأمور في جيش يفغيني بريغوجين قالوا أن معدل الوفيات قليل في الواقع معدل الوفيات مرتفع للغاية قلة من الناس ما زالوا على قيد الحياة وخلال هذه الأشهر الستة سيكون من الصعب البقاء حيا حتى ممكن القول أنه مستحيل لكي نفهم كان لدي تسعون فردا في الكتيبة من بين هؤلاء التسعون بقي عشرون كحد أقصى بدلا من التدريب الجيد أسبوعان من الدورات الخفيفة في حالة الإصابة يمكن المقاتل الاعتماد على حقيبة الإسعافات الأولية التي لا يوجد فيها سوى ضماضة وعاصبة وأولئك الذين يرفضون أن يكونوا وقودا للمدافع كان هناك شخصان ذعروا بدأت المدفعية بالعمل كانوا مذعورين إنهم أول مرة في الحرب لقد قتلوا هذين الاثنين في القاعدة كانوا يحفرون قبورهم بأنفسهم لقد قتلوهم ودفنوهم كما تحدث مقاتل آخر تم أسره في أوكرانيا عن عمليات إعدام نفذت بحق مقاتلين فاكنر لقد انضم إلى جيش بريغوجين من السجن حيث كان يقضي عقوبة لسرقة غنمة قيل لنا أنه من سيتراجع سنطلق النار عليه من الخلف على الفور من سيطلق النار؟ مجموعات منع التراجع؟ لا بل من كانوا يرافقون أولئك الذين مشيت معهم سيطلقون النار عليك لأنهم تلقوا مثل هذه الأوامر بإطلاق النار وانتهى كما فهمت إذا تراجعت فهذا يعني أنهم تأخذوك وأطلقوا النار عليك أدى غياب التدريب والخبرة الخطارية في شركة فاكنر إلى جعل جيش بريغوجين في حالة يرث لها في السابق كانوا يجندون من شارك في الصراعات العسكرية في سوريا وليبيا وأفريقيا لكن المحللون يعتقدون أن وحدات فاكنر الأكثر استعدادا للقتال تم إضعافها بشكل كبير من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على سبيل المثال بالقرب من باخموت والآن الشواغر يملأها السجناء وفقا لمركز المقامة الوطنية وقد تم تجنيد 23 ألف سجين روسي في مجموعة فاكنر كوحدة قتالية لا قيمة لهم حتى لخيادتهم لكنهم يأخذونهم لتكبير الكمية لقد ألحقوا بالمعركة مباشرة بعد نزولهم من الناقلات وتركوا ويموتون بأعداد كبيرة هم مرتزقة وذافعهم الرئيسي هو الحصول على المال وفي نفس الوقت من الطبيعي أن يبقوا أحياء فهذان المعاملان يحددان سلوكهم في ساحة المعركة إنهم يدخلون في تناقضات بما أنهم من أجل الحصول على المال فإن المقاتلين في هذه المجلموعة يجب أن يشاركوا بنشاط بالأعمال القتالية من ناحية أخرى وكلما شاركوا بنشاط في المعارك لإضاءة قادتهم كلما زادت احتمالية تعرضهم للقتل أو التشويه وعامل الخوف من التشويه يقلل من الدافع القتالي وحتى حقيقة أنه يتم تجنيد المدانين بارتكاب جرائم خطيرة في السجون الروسية لصالح شركة فاغنر العسكرية الخاصة فذلك لا يمنح السجناء أي تميزة في ساحة المعركة هذا يعني أنهم استعدون لسفك الدماء لكن هذا لا يعني أنهم يعرفون كيف يفعلون ذلك وهم لا يخافون من دماء الآخرين وبالطبع بالنسبة لدمائهم فهذا موضوع آخر المطلوب من المقاتل الجيد في جيش بريغوجين معرفة العديد من تقنيات الختال وإنقاذ حياته أثناء الأعمال القتالية بشكل عام لإعداد جندي مشات جيد يتطلب ذلك جهودا جادة للغاية ووقتا طويلا لكن يعتبر الخبراء أن إفغيني بريغوجين ليس بحاجة إلى قضاء وقت في إعداد المسلحين إن مالك شركة فاغنر مهتم فقط بمصلحته الخاصة يسعد سيد بريغوجين إلى تحقيق العديد من الأهداف اليوم نعم إنه يحاول أن يصبح مفيدا لبوتين لكن الأهم أن هذه لعبة من أجل المستقبل ومن الواضح أن بوتين سيغادر يوما ما الحكومة ربما بسبب فشل العملية الخاصة على أراضي أوكرانيا وربما لأسباب أخرى دعونا لا نتعمق وبعد ذلك سيكون من المهم أن يكون هناك مصدر طاقة ولد بريغوجين بالفعل مصدر الطاقة لا يهتم بريغوجين بعد الأشخاص الذين ماتوا في جيشه فوقا لدائرة السجون الفيدرالية يوجد ما يقارب من أربعة مائة وأربعون ألف شخصا في السجون في روسيا مئات الآلاف من الأشخاص الذي يمكنه إرسالهم بسهولة إلى الخطوط الأمامية مئات الآلاف من الأشخاص الذين يمكنه إرسالهم بسهولة إلى خطوط الأشخاص الذين يمكنه إرسالهم بسهولة إلى الخطوط الأمامية